اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا في القناة وكان ممكن تلقط في استوارات الغاز وكان ممكن المترو ينفجر وخمس متروهات تضربه ببعض فيودي ذلك إلى مقتل عشرين ألف إنسان فإذا محكمة صابر بتهمة أنه تعريض حياة عشرين ألف إنسان للقتل أو الخطر أو بتاعه فهو كده يعني فأنا بحس اللي بيحصل لحامب بن سلمان هو أمر أشبه بهذا إن كل من سند ترامب ووقف مع ترامب لابد يعقل وذاك تلاقي ترامب بيكره قطر فهي في أمان وأمير قطر قاعد زيت تمام التمام مطمئنة تمام التمام ومبسوطه بيعفحك صاحب ترامب لا ينام الليل وبينام مرعوب فالبعد عن ترامب غنيمة وسبحان الله إن السياسة تتسم بالغموض وإنه أنت بتسير في جو ضبابي فتجد إن السياسة ولذلك تجد إن حتى أذكياء السياسة في العالم بيرتكبون أخطاء في التاريخ حتى لما تجي تشوف الناس الكبار في السياسة في التاريخ تجد إنه بيرتكبون أخطاء يعني إيه؟ هو يظن إن القوة هنا فيجد إن القوة بيأت في الطرف الأخ ويظن إن هنا الأمان فيجد هنا الهاوية له وهكذا هذا يذكرنا بعض النمازج كان الملك فاروق أنا سمعت مستشار الملك فاروق يعني لا يحضرني اسمه الآن يعني وهو قال له فيديو على اليوتيوب يقول فيه هذا الكلام بيقول إحنا أعدنا وقلنا الأمريكان ليه؟ لماذا الأمريكان غاضبين من الملك فاروق؟ الملك فاروق بتاع نسوان طب وماذا يهم الأمريكان في ذلك؟ هو ما كانش بتاع نسوان وقم مريض إنما كان الملك يحب أن يشاع عنه ذلك لأنه كان شاب عنده شعاب 35 سنة فكان يعني ولم يتلقى تعليمه كان جاهل أمي يعني شبه يقرأ ويكتب فقط يعني لكن لم يدخل حتى ابتدأ أيه فكان يعني عاوز يعيش الضور يعني فهو شايف أنه يعني ما يشاع عنهم هو رجل عربيد وبتاعه إن هذا يعني من مظاهر الفحولة والرجولة عنده يعني المهم شوف حكام نعقلهم ضربة خالص يعني مفيش كأنك بتتعامل مع حد في فحارة من عمرنا داخل أي مدرسة بأي حد المهم فبقولك ماذا يريدون الأمريكان من الملك وطبعا بعد ما حصل الانقلاب على الملك اكتشفوا أن الأمريكان كانوا يريدون إخراج الإنجليز من مصر والجلوس ما كانوا وبالإضافة للأمريكان وجدوا الملك فاروق كان محمد بن سلمان لا يصلح الاعتماد عليه في الحروب الدولية مثل حرب كوريا وغيرها في ذلك الوقت نختم بوقعة أجبة ما حصل محمد بن سلمان هذه حصلت في مصر في عهد مبارك مع نقص صحفيين يعني حصل أن وزير العدل ممدوح مرعيف عهد مبارك وقف في مجلس الشورى المصري أحد غرفتين البرلمان وشتم القضاء أن القضاء جهلا ومرتشين وبيفهموش حاجة وقال كلام أكثر مما أقول في القضاء وختم كلامه أو تصريحاته أبقى وزير جدع لو عرفت أطلع في مصر تلتمية قاضي زي ما نعاوز أو أن مصر مفهاش إلى تلتمية قاضي أو لو عرفت أهزهم ما طلعش منهم تلتمية قاضي وابقى وزير جدع لو عرفت أطلعهم تمام؟ من 12 ألف قاضي فأحد الصحفيين نشر ذلك في صحيفة الوافد فمحامي من المحامين اللي بيحب يجمله يتطوعوا بالمجاملة رفع قضية في المحكمة أمام قاضي جنح الدقي وقت صغير في السن فعمل زي محمد بن سلمان كده فراح القاضي نشر رئيس تحريج جدت الوافد كان اسمه أنوال هواري والصحفي اللي كتب الخبر لا أذكر اسمه ثلاث سنوات سجنة ليه؟ أهانوا القضاء الشامخ فطبعا نقابة الصحفين اتقلبت والصحف والمش عارف إيه وكان أيام مبارك حبص الصحفي ده هذا كأنه من الأمور العظائم من عظائم الأمور يعني ده كان موجود في عقد مبارك كوني يشتم بالوزراء أو المسؤولين ما كانش حد يقدر يقرب لنا تمام؟ أنا كنت متخنق مع النايب العام عب مجيد محمود واللي قبله ما يرعب واحد واللي ما تكتبشه وكتب وهنحمسك ولا يقدروا يحمسوني كنت يعني مهم موضوع آخر يعني إيه المهم؟ فماذا حدث القضاء طبعا توهم أنه خدم وزير العدل وأنه كده تقرب لوزير العدل زي ما بن سلمان منتقد أنه كده بقى مع ترامب وفي حمى ترامب ففوه جئ بالتفتيش القضائي في وزارة العدل بعت للقاضي قال له تعالى الوزارة حالها فورا كنا في رمضان كانت الساعة 12 الظخرة فذهب فذهب للوزارة واعتقد أنه الوزير بقى هيقابله ويكرمه ويقول له بقى أنت إيه يعني أنت قدمت خدماتك فلما ذهب إلى التفتيش القضائي فقال له الوزير عاوزك وطلعوه فوق حطوه في الاستراحة لغرفة الضيوف بتاع الوزير وتركوه ولا حتى يدخل عليه ولا أي حاجة حتى المغرب أزن ولا جابوله يفطر ولا أي شيء وهو بتعنيعك كده لأن القضاء بترعبه من الوزير وترعبه من رئيسهم أصلا يعني سيبك من البدل منفوقه أمامنا في الشارع فتركوه هكذا حتى بعد صلاة التراويح رجع ممضوع بعد وخرجوا فطروا وتعشوا وصلوا وجه وجابوه بقى وده جعان كده من الصبح تمام فقاله تعال خش على الوزير فلما دخل الوزير يا فندم هي وسعتك يا فندم فممدوح مرعي قاله انت يا حمار مين قالك تطلع الحكم ده فالقاضي الخض جدا مترعش وهو طبعا صد من الزي يعني طبعا ممدوح مرعي كان بيعاملهم كأنهم يعني إلى التشلوم يعني تمام ويرجعوا للوضاهي اللي اتفاصلوه أيام مباركة تفتيش القضاء كانوا بيحمسوهم يعيق الوضاهي عياته حاجة كده كأنك كنت بتحقق مع معتقلين من الإخوان المسلمين يعني فالقاضي اعتذر له وتأسف له وقال له يمشي معانتش وقت تاني واي قضية ياريت فيها اسمي او اسمي مسئول ما تسترفش قبل ان ترجع للتفتيش القضاء فهو فكر انه بيخدم او بيساند لايه الحكومة وطبعا يعني تطوع بتقديم خدماته وطبعا واضح ان كانت خدماته مرفوضة لانه واضح ان الوزير كان عاوز يهينه القضاء ومبسوط للمنشور او ما الى ذلك ويعني بيرتضيه وان لم يكن يحسب ايه عليه فهنا بنفاجأ ان البعد عن السلطة في احيان كثيرة هذا غنيمة تمام فواضح ان محمد بن سلمان لم يدرك ان البعد عن ترامب غنيمة وهو الان يدفع الثامن ارجو مشاهدين ان يكون جانب من الصورة خد اتضح والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته